اشتركوا في القناة بالسيد استفاني خوري على أربع أولويات رئيسية نعتقد أنه من الأهمية بمكان التركيز عليها في المرحلة الراهنة ويتعلق الأمر أولا بتفادي تحويل الاستحقاق الانتخابي في ليبيا إلى غاية بحد ذاتها فالغاية تبقى أشمل وأوسع ونجاح هذا الاستحقاق على قدر أهميته يتوقف على مدى التقدم المحرز في العمل التحضيري الذي ينبغي الاستفادة منه على أكمل وأمثل وجه ثانياً أهمية الحفاظ على اتفاق وقف والعمل على تثبيته إذا كنا نرحم بكل المبادرات والرغبات والمسارات التي تضع نصب أولوياتها حل الأزمة الليبية فإننا نشدد على ضرورة أن تكون هذه المبادرات وهذه الرغبات وهذه المسارات امتداداً وسنداً وعوناً للجهد الأممي الذي يبقى المرجع الأساسي الذي تتجسد فيه ثوابت حل الأزمة الليبية وكذا معالمها وضوابطها رابعاً وآخيراً عدم التخلي عن مشروع المصالحة الوطنية الليبية فبالرغم من كل الصعوبات التي احترضت سبيل هذا المشروع إلا أنه يبقى يكتسي في نظارنا أهمية بالغة الزائرة عندها دور مهم وأساس من أجل دعم الجهود الليبية للتوصل للحل وأشكر المالي الوزير للدعم للأمم التاحية والجهودنا طبعاً نقاشنا الأحداث المشتركة أشرح لكم الوزير من أجل طبعاً الشعب الليبي ودولة الليبية ودولة واحدة بدون انكسامات وطبعاً المنطقة ككل فمن ناحية الجهود الأمم التاحية سنستمر بالتواصل مع المالي الوزير ودولة جزائر ودول أخرى من أجل تعاون من أجل جهودهم من أجل توصل إن شاء الله للحل الليبي ترجمة نانسي قنقر